الحدف الرئيسي من هذا الاجتماع الذي جمع فيه التاقم الإداري والفني من مختلف الوزارات التربوية للبلاد هو عرض العمال التي قامت بها اللتنة الفنية المختصة بمراجعة النصوص المنظمة لأكاديميات التربية الوطنية الذي حمل قرار تأسيسها رقمي 352 وزارة التعليم العالي الصادر بتاريخ 16 من شهر أغسطس لعام 2023 هذا وقد تم مراجعة النصوص المتعلقة لقلق بيئة مناسبة بالإضافة إلى إتقال اللوائح وتحسين النزام التعليمي بالبلاد حسب ما جاء في كلمة المقرر العام للجنة الفنية المختصة بمراجعة النصوص المنظمة لأكاديميات التربية معلوم سلطان أما مدير اللجنة المختصة لعداد التقارير ديون موندي قال أن المشروع الذي تم تخديمه الآن لا شك أنه سيساعد في تحسين آداء النظام التعليمي بالرغم احتياجه إلى بعض التعديلات التي تساهم في إصلاح النظام التعليمي وتعد مثل هذه المجهودات التي تخوم بها الوزارات التربوية قطوة مهمة في معالجة وتطوير القطاع التربوي في البلاد